بسم الله ابو الابن الروح الكدسة الاله الوحد امين يوم من الايام وجد طفل نفسه في حالة مقعد بعيد في مكان مهجور في فقر ماذا يفكر هذا الطفل فالله فجأة كده حياته اتغيرت واصبح ليس له مكان واصبح في مكان يلقى فيه المخلفات فماذا يفكر هذا الطفل ماذا يفكر في المجتمع وماذا يفكر في الله شعرة من رؤوسكم لا تسقط قصة موجودة في كتاب واحد اسمه ميفا بوشت ميفا بوشت كان ابن ابن شاول الملك شاول الملك حياته اتغيرت خالص في الآخر ما بقاش ملك والوصيفة بتاعت ميفا بوشت وهي بتجري علشان خلاص بيخرجوا من المملكة وقعت وهي شايلة ميفا بوشت فاصبح وهو طفل عاجز الرجلين وراحوا سكنوا في منطقة اسمها لودي بار منطقة بعيدة كلها للمخلفات وعاش بفبوشت مقعد يحمل لانه لا يستطيع ان يمشي ابدا بكلت قدمي وهنا هل يتركه الله؟ لا شعرة من رؤوسكم لا تسقط داود النبي بعد ما ملك واستقرت مملكته ابتدى يفكر وشوفوا تفكير رجال الله هل هناك يسأل الناس هل هناك بقي أحد من بيت شاول لكي أصنع معه إحساناً من أجل الله؟ وفي حد لسه باقي من بيت شاول لكي أعمل معه خير هو اللي بيدور هو اللي بيدور على الناس دول فقالوا له فيه واحد بس اسمه مفا بوشت وساكن في الويديبار فقالوا له كل أملاك أبوك أرجعها لك كلها بس لو رجق له كل الأملاك بس هيحصل إيه؟ مش عارف يديرها لقدو مقعد فقال له أعين لك كمان ناس علشان يديروا لك هذه الأملاك ويجبوا لك دايماً أكل الغاية عندك ومش بس كده لأ دا أنا أرد لك كرمتك أيضاً ويكون لك كرسي دائماً على مائدة الملك كل أيام حياتك شوفوا رجال الله لما يفكروا يحلوا المشكلة بيحلوها إزاي؟ بيحلوها كاملة فإذا كان رجال الله البشر يعرفوا يحلوا مشاكل بهذه الصورة ويدوروا من قلبهم على إنسان يمكن ما شفوهوش أبداً كم وكم الله محب البشر شعره من رؤوسكم لا تسقط أبداً هو يهتم بك هو يراك هو يراك في ديقتك فيحملك على منكبيه هو يراك هو يراك في عوزك فيشبعك من خيرات لأنه هو خبز الحياة هو يراك هو يراك في حيرتك فينير لك الطريق لأنه هو نور العالم هو يراك في ضعفك فيقويك لأنه هو مصدر كل القوة يريد أن يؤيدك بالقوة في إنسانك الباطن بس إمت لما أنت تحول عينيك وتنظر له هو ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالخزي أنت سرورك فين؟ فرحتك فين؟ لو فرحتك في المسيح هتكون فهمت الحياة لو فرحتك في العالم فرحتك تظل في العالم وفرحتك تهلك دائماً لأنها تصطدم بالعالم والعالم فيه إيه؟ محبة العالم فيها إيه كلها؟ العالم عبارة عن إيه؟ شهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة وهذه كلها تزول عشان كده الكتاب دايماً يفكرنا في كل أداس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه عشان كده الكتاب يقولنا بس بقى لأنك أنت في عنين ربنا هو يرأك ويهتم بيك هو يرى مفبشت وهو بعيد في الأدبار ويراك أنت أيضاً حتى ولو كنت في عمك المشكلة يأتي إليك ليرفعك هو يرى ضيقتك ويرى ألمك ويرى عوزك ويرى حيرتك هو يراك هو يسمع أنينك الداخلي وهو يسمع أيضاً تنهدات قلبك وهو يفهم كل ما في أعماقك بس أنت بقى المفروض بقى كمان لما هو بيبصلك بهذه الصورة بعين المحبة تفهم هو إرادته إيه فإرادته بقى لو نفهمها هنبتدي نتحول من إحساس إن إحنا وإحنا في عمك المشكلات وإحنا بنقول إن إحنا ضحايا وإحنا مظلومين وتعبنين وظلمونا وشابلونا وحطونا نقول لا ربنا بقى مش بيبصلنا كده ربنا بيبصلنا في حاجة حلوة قوي بيقولنا بص كل الأشياء تعمل معا للخير لذينا يحبونا الله المدعوين حسب قصده ربنا ليه قصد في حياتك ليه قصد إيه القصد اللي ربنا عايزه فيك اوعى تفتكر إن القصد بتاع ربنا مربوط بالأرض القصد بتاع ربنا مختلف تماما ربنا قصده حاجة مهمة جدا لازم تفهمها هي إيه؟ أن نكون مشابهين لصورة ابنه هذا هو قصد الله في حياتك يغيرك يدخلك في الفرن عشان تتغير يدخلك في مشكلات علشان يغير قلبك من الداخل يعلمك إنك ترجع وتبصله مرة أخرى ليه؟ علشان أنت مختار اختارك قبل تأسيس العالم اختارك للنعمة واختارك لترس البركة واختارك للخلاص واختارك لحياة أبدية اختارنا قبل تأسيس العالم لنكون مقدسين فيه يبقى ربنا لما يدخلنا كده يسمح إن نخش في مشكلة وإحنا نقعد نقوله ونسرخ ونقوله لحقنا هو هو هيلحقك بس عايزك تدور الأول إيه السبب اللي أنت دخلت فيه ده يمكن ربنا عايزك تبصله مرة تانية ارجع وبصله ولما تبصله هتفهم هتفهم إنه عمل كده علشان خطرك انت يسيب يوسف شوية في جب واخواته حواليه فوق وعملين كل واحد منهم يتناقشوا نموته لأن نبيعه لأن ما نموتوش ويختلفوا وهو تحت في الجب يمكن يوسف ساعتها كان بيصلي ويقول له ربنا إيه إلحقني إلحقني ده نابنك وربنا يقول له استنى شوية استنى شوية استنى شوية دي ليه عشان هو عايز يعلمه له خطة في حياته ويروح على بيت فوتيفار في مصر ويدخل السجن وهو مظلوم بس ربنا له خطة عشان كده إحنا محتاجين وإحنا في عمق المشكلة أفهم إنه في هدف لهذه المشكلة في هدف لهذه التجربة في إن شعره من رؤوسكم لا تسقط لأنه ربنا هو اللي بيحفظك بس أفهم بقى إن ده علشان أتغير علشان عندي حاجة مهمة لازم أفهمها إن أكون مشابها لصورة ابنه لأن عندي ملكوت مفروض إن أنا أهتم بيه في ورثة ضخمة مراس أبدي لا يضمحل ولا يفسد مراس أبدي إحنا نسينه وبنفكر فيه في المشكلتنا الأرضية هيحل لك مشكلتك الأرضية هيدي لك كل احتياجاتك بس أنت إيه مش واخد بالك إن هدفه ومش الأرض هو هدفه الأبدية عشان كده يكمل بوليس الرسول معنا ويقول لنا بصوا خلي بالكم أنتم مختارين اختارك قبل تأسيس العالم ومش بس اختارك قبل تأسيس العالم ده كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب علشان يتغيروا يفهموا يفهموا الهدف بتاع ربنا مختارك لبيربوس معين وبعدين تفهم بقى كده إن ده ربنا بقى بيحبنا جدا 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 لدرجة بقى أبعد من كده وهو بيقول لنا كده ايه؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء هيهبنا معه كل شيء يعني ايه؟ عشان أنت لو في المسيح أنت في المسيح وفي المسيح أنت متغطي بالمسيح في المسيح حياتك مستثرة فيه في المسيح تقف أمام الديان العادل تنال نعمة لأن ما الذي يدين هو المسيح نفسه فإذا كان هو اللي بيعين ضعفنا ويشفع فينا ويعطينا حياة أبدية ويضمنا فيه وبعدين يخدنا كأننا هو المرساه الأولانية وإحنا يجرنا وراه علشان ندخل إلى ملكوت السماء فعلشان كده كل مرة تتألم فيها افتكر إن هذا الألم له هدف والهدف ايه؟ واضح اوعى تدور على أهداف بعيدة هدف واضح جداً اتغير عشان تبقى صورة الله اتغير عشان تبص لربنا غير نفسك كده وبص للمسيح نفسه عشان هو ده الهدف الحقيقي اوعى تفتكر إن هناك أهداف أخرى أهدافنا الحقيقية هي المسيح وإذا المسيح هو اللي مالي حياتك هتبص تلاقي حياتك كلها هي مصونة مربوطة في المسيح علشان كده في كل مرة تتألم يقول له ايه؟ انت شايف إن في عوجاج؟ اهو طب صلحوا شوفوا داود النبي لما يقول له كده يا رب أيوة انت فحصتني شايف قلبي من جوه وعارف كل أفكاري وبعدين يجي في آخر المزمور المائة تسعة وتلاتين يقول له ايه؟ إن كان فيا ميل اعوجاج انت اهدني إلى حياة أبدية لو كان فيا عوجاج كده ولا حاجة ميلة يمين ولا شمال انت صلحني عشان في الآخر أكون صورتك انت فيدخلنا في بعض الأوقات يسبح لنا أنه نتألم علشان الألم دا كمان علامة إنك لسه حي يعني لو واحد مش حي هيتقلم انت لسه حي عشان كده بتتقلم وفي نفس الوقت ربنا بيروح رفعك وميديك حاجة مهمة جدا الألم له عمل العمل دا هو ايه؟ إنك تتكمل يكملك يكملك يعني ايه؟ يقعد يصلحك وينظافك من جوه علشان في النهاية تصل لإيه؟ إنك انت تكون إنسانا كاملا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر